اشتركوا في القناة نعمل كده مع بعض عندما يخطئ شخص في حقي وأغفر له وقوله خلاص سمحتك ويجي أحمل غلطة تانية يقوله أنت عملته أنت مش قلت خلاص سمحتك الله لا يتعامل معنا بهذا بهذا الأسلوب ونلاقي هذه الكلمات في إنجيل وعصاح 23 عندما كان المسيح على الصليف في عدد 34 يقول يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون اغفر ليهم وأنا أدفع التمن اغفر ليهم وأنا هنا أسدد التمن وهو على الصليف أنا أدفع التمن خطيتهم يلتمس العذر في أفاسوس 2-4 الله الذي هو غنيون في الرحمة الآية اللي قلناها في الأول من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون المحبة تنتج غفران والغفران ينتج حياة من الموت من خلال موت المسيح ترجمة نانسي قنقر